أصبح لكم سالفة أو بيها رباط هذا أكو واحد جاب لخمس قرودة حطهن بقفص أو جاب لدرج خلاه بالنص أو جاب عثق موز علقه بطبيعة الحال اللي قرودة أكلهن المفضل هو الموز مجرد ما عاف العثق مال الموز اللي قرودة أكلهن صعدهن وين يردين لأكلهن هذا الموز هو جاب لهم صونده زينه وبسطهن بسطة معدلة تريدها بخاطرك يعني يبسن احنا نقوله بمصطلحنا باللغة الدارجة يبسن تيبس بالبسط نزلن هو أم أخذ الموز وراح ورا يوم يوما نجاب العثق على اللي قهوة أو غيره همهن السوان قام يباوعا على هذا صاحبهن وعلى كيف يدنن شوية شوية همل زمهن بالصونده وبسطهن مره وهكذا مره اثنين ثلاثة قام يعوف عثق الموز اسبوع لما يتلف عثق الموز وياخذه يذبه وهن ما يدنن ليش لأن ينبسطن قام يسوه أخذ واحد من ذن الأقرودة جاب واحد جديد يعني ظلن أربعة عندي وواحد جديد وجاب عثق الموز علقه حسا هذا جديد ما يعرف القضية شاب عثق ما الموز ركض هذا ما تدخل قام ذن الأربعة بسطنة أربعة سقطة هذا السقط بسطنة هذا ما يعرف شن السالفة أو ضل العثق وكل ما يصعدين بسط بعده وبعد أخذ السالفة وعرف أنه ذات ذنة للموز ركضين بسط بس ليش نبسط وليش القرودة بسطة ما يعرف على شنو ما يعرف ولزم أنه بدل الثاني وبدل الثالث لحد ما بدل أربعة قرودة طلع عندك بس واحد قديم آخر شي شال هذا القديم أو جاب الخامس حسا خمس قرودة هو ما باسطهم الخامس هم شاف عثق موز هذا عثق ما الموز سوى ركض هذا أن الأربعة لزمنا بسطنة بسطنة حسا القضية ما يعرفة شنو إحنا حكومتنا مثل هاي السالفة رباطنا بالحكومة إحنا شنسو لازم حتى نرجع للقرودة شفو بعد أرجع لكم للحكومة كون شنسو إحنا كون حتى نغير الموضوع نشيل هاي القرودة كلها ونذبها حتى ما يبسطنا ليجي ونجيب القرودة جدا حتى تتاكل الموز إحنا حكومتنا ما يريد تغيير فلان وفلان بها لا كون نغير الحكومة كلها شلع قلع تتغير كل الحكومة ليش إذا أجه واحد ييد عندنا بالحكومة شراح يسووا له يا أم ما تسرق أو ياه مصير حرامة حالك من حالهم يا أم ما يفسقوك ويطردوك حيا أصلا ليه يكتلك أصلا وجاي يشوفو هاي حكومتنا إرادلة تبديل تغيير جذري كل الحكومة ورؤساء كتال كلها تتغير يالله نعيش باستقرار أو بعد شنو ألمان أنا حاطت ثلاثمية ومدرج قد ناب كربلاه داعش عضو بها ألمان أقلصهم ثلاثة كافين على كربلاه حتى نعرف ياهلي أبو أريد نعرف ياهل ألمان أو ياهل على الشعب تعب شباب ضالة بدون تعينات نعرف ياهل